أما الآن مع كلمة الحفل وسماحة الشيخ أيوب البحراني فليتفضل محفوفاً بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم أيها الكرام والأحبة أبارك لكم ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام وأبارك لمولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء ولادة جده وللمراجع العظام وللمؤمنين والمؤمنات وأغتنم هذه الفرصة الشريفة والمباركة أن نتحدث بحديث ورواية عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وقد سبقني في ذكر هذه الرواية الأستاذ الفاضل أستاذ علي حيث روي عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده من أصغى إلى ناطق فقد عبده إذا تسمع إلى إنسان أيا يكن فتأثير إصغائك له إنقياد له ولو بدرجة يسيرة وهذا بمعنى العبادة أي الإنصياع والإنقياد فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله هذا الذي تسمع كلامه وتصغي إليه إن كان من المصلحين فأنت صالح وقد تكون مصلح أيضا وتصل وتكون من حزب الله فقد عبد الله وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان هذه الرواية أيها الكرام مروية في كتب الحديث عن ثلاثة من المعصومين هذه الرواية مو فقط مروية عن الإمام الجواد مروية أيضا عن الإمام الباقر وقبل الإمام الباقر عليه السلام مروية أيضا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله اللهم صلى على محمد محمد عجل رواية واحدة نص واحد ينقله النبي الأعظم وأيضا عن الإمام الباقر وأيضا عن الإمام الجواد ماذا نفهم من ثلاثة معصومين ينقلون رواية ونص لنا الدرس المهم أن هذا المضمون وهذا الموضوع في غاية الأهمية مع اختلاف الزمان والمكان موضوع يحتاجه المؤمن في كل زمان ومكان أن يلتفت إلى من يصغي ويسمع ويسترشد هذا الذي تصغي إليه جند من جنود الله أم جند من جنود إبليس والشيطان لماذا؟ لأن هذا سوف يترتب إيجابا أو سلبا على عقيدتك على سلوكك على أخلاقك على سعادتك الدنيوية أو الأخروية ولأهمية هذا الموضوع نجد بأن رسول الله يؤكد على هذا الأمر الإمام الباقر يؤكد الإمام الجواد يؤكد ونحن بدورنا أيضا نؤكد على هذا الموضوع لخطورته هذه الرواية ببيان آخر تريد أن تقول لك ولي أن حصن أفكارك ومعلوماتك لا تتلقى لا تتلقى أي شيء وأي معلومة كن بصيرا صاحب وعيا ودرايا من أين تستسقي المعلومات وتغذي كيانك من المعارف والمعلومات فأن الأمر خطير من حيث تشعر أو لا تشعر قد تكون قد استمعت لجند من جنود الشيطان وعبدته من هنا إذا أردت أن يكون لك طريق الصلاح وتكون من حزب الله لا من حزب الشيطان عليك أيها الكريم وعلي أن أكون صاحب بصير وواعي وأعرف كيف أستسقي المعلومات لأن هذه المعلومات التي نراها إما تصعد بك بفكرك بعقيدتك نحو السماء وتكون من عبيد الله أو تجعلك في أسفل السافلين فتكون مع الشيطان والشياطين وهذا ترى الموضوع واضح لكن خطير تعالوا إلى حياتنا عشان أختصر والوقت قصير في المشاركة قد يسأل السائل إذن هذه الرواية تريد أن تقول لي كن بصيرا وواعيا في اختيار المعلومات التي تعامل بحسن النية والطيب والسذاجة وأنتم أجل فتغتر بهذه المعلومات والألقاب التي يعطونها لبعض الناس المفكر هو ملحد هو بعيد عن الإسلام لا يعترف لا بالإسلام ولا برب السماء يسمون المفكر أي الفيلسوف الخبير وبعدين لين مات يقولون الله يرحمه هو لم يكن يؤمن بالله شوان الله يرحمه هذه الألقاب الرنانة هدفها إغرائي وإغرائك علشان شنو نقع في مكام وشباك إبليس اللعين تبغون تلتفتون وألفت نظركم وأنتم أصحاب بصيرة وشلون إحنا قاعد ننخدع من حيث لا نعلم أجب لكم مصداق خصوصا هاي الوجوه الطيبة اللي على اليمين وعلى اليسار اللي قدي وأكبر مني بشوي يمكننا في الثمانينات وهاي قصة ننقلها إن شاء الله موافقين في الفكرة اللي باقولها علشان الشباب يلتفتون إن شلون إحنا قاعد ننزل يعني خطواتنا التسافلية متصاعدية يمكننا في الثمانينات وبداية التسعينات شباب لأن واحد مننا يريد يتزوج معيار عدن شنو ما تلبس بوشية صح ولا لا ذي كل أيام إذا تلبس عباية ما تلبس بوشية عدن تدينها بسيط إذا واحد عنده طموح يقول لا بواحده قشوية جاءت أيام صار المعيار التدين عباية زينبية وصلنا إلى زمن أن البلطة التي تلبسها عباية الكتف من دون مكياج علامة التدين والتعصب الديني الآن كثير من المؤمنين يبحثون عن المرأة المؤمنة عندنا شباب أقول لأواجد طوالت وتدور مرة صار لك سنة ونوص قال شيخ أنا اشترط على الأهل شرطي تلبس عباية ما تتمكيج ما محصل شفو شفو شلون قاعد ننزل تعالوا في التواصل الاجتماعي تشوف أكثر القرى عدنا بنان في شوشل ميديا حطوا صور ويطلعون ويتكلمون ويتمكيجون جماعتنا نشوفها ثقافة وإذا تنتقد يقولون شنو انت قاعد تحارب الانفتاح معقد والأول حفو النجابة ما في زمن دون زمن هذا مؤشر على السير التسافل الذي أنا وأنت أيها الكريم علينا أن نحذر منه كيف يكون لي بصيرة وواعي كي لا أكون من جند الشيطان من حيث لا أعلم هناك مجموعة من الخطوات أشير إلى بعض هذه الخطوات فالكلام ليس على سبيل الحصر أولا أنا وأنت أيها الكريم المطلوب مني ومنك أن نعرف ظروف زماننا وما هي الأهداف والمخاطر التي تحيط بك وتحيط بي تكون على حذر وتعرف الآن الزمن يقصدون إسلامك يقصدون ويستهدفون أخلاقك وقيامك ومبادئك هذا مو تخويف هذا واقع أنت وأنا والدين والإسلام مقصود ومستهدف من قبل الأعداء شئت أم أبيت بتنام بتتغافل كيفك بس هذا الواقع قبل أيام والآن سمعتون حرب وتشجيع وترغيب على المثلية وشلون أعلام المثلية على سفارات الدول في البحرين حركة عالمية نحو تجسيد قانون ومشروع سيداو الذي يخالف الكثير من بنوده وقوانينه الإسلام ونصوص القرآن الكريم واتفاق المسلمين مساوات المرأة مع الرجل في جميع الشؤون والمجالات ليس إنصاف للمرأة وليس إنصاف للرجل هذا الآن الدول يلزمونهم تعالوا وقعوا هذه الاتفاقية ويشوف في بعض المحطات ترويج لهذه أنا وأنت مستهدف إذا كنا مستهدفين علينا العمل بحذر وتأصيل القيم والمبادئ الإسلامية في نفوس أبنائنا كي لا يغزوهم الفكر الشيطاني الإحتياط الوقاية خير من العلاج لا أنتظر إن ابني لا سمح الله يتأثر أو زوجتي أو أختي أو أخي بعدين تعال ناقش قبل ما يتسمم بهذه السموم أنا لازم أوجد المناعة وأعلم لأني أملتفت ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يبين هذه المسؤولية يقول من وثق بالزمان سرع إذا أنت وأنا نتعامل بغفلة وتساهل يسرعن الغزو الثقافي والعقدي والأخلاقي بخسر وبتخسر الإمام الصادق عليه السلام يقول العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس إذا تكون واعي ما بتنخدع بهذه الألعوبات الشيطانية لا تغمض عينك والتفت هذا الموضوع الأول أو الأسلوب الأول الأمر الثاني اللي نحتاجه التفقه والتعلم إذا عرفت بأني مقصود وأنت مقصود لازم تحصن نفسك وأحصن نفسي بالمعرفة والعلم يقول الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام تفقه في دين الله تعلم الأحكام الدينية فإن الفقه مفتاح البصيرة تبغى تكون صاحب بصيرة وعي هل عندك برنامج ترتقي حضورك أيها الكريم في هذا المحفل الشريف نوع حصان حصانة لك ولي ولأبنائنا أمة اقرأ أول آية اقرأ اسم ربك الذي خلق أمة اقرأ لا تقرأ إذا أسأل هذه الوجوه الطيبة آخر مرة فتحت كتاب تقرأ وتأصل عندك التقافة الإسلامية متى قبل يوم قبل أسبوع قبل شهر أو قبل سنة لما فتحت لما فتحت الكتاب إلا كتاب الله المجيد في شهر رمضان الفائد إذا ما نقرأ ما أتعلم ما أقدر أحصن نفسي وأحصن أولادي وبيتي وعشيرتي ولهذا الحين أنا ما عندي بارض ما عندي بتك على تعبير الشيوبة اللي قدي وأكبر مني ما عندي حوصلة أقرأ في بدائل هذا الجهاز اللي عندك عالم من المعلومات استفيد منه قدر ادخل المواقع العلمية ونزلك وكيومية اسمع لك محاضرات في الفقه في الأخلاق في العقيدة في أمور كثيرة ليش ما تسمع ما بتقرأ اسمع احذر المؤاتم والمساجد رغب الأولاد والأهل على برنامج مفيد ما في إذن الخطوة الثانية أن نهتم بمسألة المعرفة والاستزادة المعرفية الأمر الثالث قعد أختصر الأمر الثالث لا تقبل أي فكرة وتنخدأ بظاهر المتكلم خصوصاً هاي الأيام بعد طالعين لنا جماعة بعناوين براقة التجديد وهو وهو التضليل بعينه اليوم سمعت المهم يضحكون المهم نحن أصحاب الدليل أينما مال نميل أي شيء تسمع القرآن القرآن يقول قل هات برهان نحن أصحاب البرهان والدليل لا تقبل أي فكرة لأن المتكلم كان شيخ ومسوين لأجواء المية أو اسمه مشهور ربما مشهوراً لا أصل له مشهور في القول أو مشهور بين الناس بسمع الثالث لا تتأثر ابحث عن الدليل أنه ليس متخصص عندنا مجموعة من المؤمنين يطرشون لنا شيخنا هذا وش رايك فيه أنا توقفت ممطمئن شوفوا أصحاب البصيرة اللي يخاف على دينه أنه يقبل فكرة ويمكن ما تكون أصيلة وإسلامية يسأل عندك علماء عندك أرقام اتصل طرش صوتية اكتب للعلماء ما رأيك في هذه الرواية ترى الآن في زمننا أيها الكرام ونحن مثلكم لدينا قروبات ويا المؤمنين واجد حتي يجي ما لا أصل سجع كلام مرتبت ينسبون لأمير المؤمنين بالخصوص لأنه معروف صاحب بيان وبلاغ وأمير الكلام كل شيء حتي حليو نسبوه لأمير المؤمنين قد يكون هذا مخالف للدين وأنا بعد لأنه عجبني لحتي مرتب ينقل عن أمير المؤمنين يلا طرش قعد أأصل التجهيل مو العلم والمعرفة لهذا أيها الكرام المطلوب منا أن نأخذ عن دليل وعن برهان وإذا أنا ما كنت من صاحب هذا الاختصاص أرجع وأسأل أهل الفني والاختصاص الأمر الثالث الرابع والأخير علشان لا أطيل عليكم الاهتمام بالعبادة إذا واحد يريد يكون عنده بصيرة محصن من الانحراف الاهتمام بالفرائض والمستحبات له التأثير البالغ على نورانية القلب بحيث بمجرد أن يمسه شبهة يلتفت بأنها شبهة شيطانية ومعلومة شيطانية القرآن الكريم يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أختصر يقول في حديث قدسي يقول لها الإمام الباقر عليه السلام ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه الواجبات وإنه بعد الواجبات المستحبات وهي كثيرة ونحن في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان العبادات المستحبة بكثرة كل ما تمسك الإنسان بهذه الأمور ازداد نورانية بحيث عصمته هذه النورانية من الوقوع في شباك إبليس وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه الله يحبه فإذا أحببته شوفوا ما يحدث كنت سمعه الذي يسمع به بعد الآذان هذه تكون آذان ملكوتية مو آذان حيوانية اسمع بس هذه الصوت الصوات يسمع ما لا يسمعه البشر العادي وبصره الذي يبصر به عين عين ملكوتية مثل أمير المؤمنين ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه تشوف كل ما في عالم الكون تجليات لآيات الله وعظمة الله فكل ما تنظر إلى شيء يذكرك بالخالق المبدع الحكيم فتشتد تعلقا بالله من خلال النظر إلى خلقه ومخلوقاته بصرك سمعك لسانك جوارحك كلها تكون إلهية اللي يكون هكذا يقدر بعد الشيطان يدخل إلى لكن إذا تركنا هذه الوسائل كلها كلها وتهاون في هذه الأمور التفت إلى خطورة عدم البصيرة والإصغاء لمردة الشياطين الشياطين الإنس والجن القرآن يبين خطر هذه الحقيقة إذا الإنسان ما التفت في تحصين وحماية نفسه يقول الباري قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون ناس واجد من أصحاب الأباطيل مستانس مع أنه على باطل يأنس بالباطل أمير المؤمنين يقول العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق فلا يزيده سرعة السير إلا بعده تتعب تشتغل من دون بصيرة قد يكون هذا التعب ابتحادا عن الله وأنت وأنا أتصور أنه اقتراب من الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن العمل لم يكن على أساس علمي ديني اللي يبغي يروح السعودية من هنا وما أخذ طريق لمحرق كل ما يزيد السرعة عبالي يوصل بسرعة للغرب يروح مكه ما يشوف روح لا في مجمع التني ترى في كثير من المواقف أنا وأنت جديد أصر على شيء وهو باطل وأنا أتصور أنه حق لماذا؟ لأن آليات تحقيق العلم لأخذ المعلومة كانت خاطئة فالنتيجة تكون خاطئة وبعد